السباح الخير عليكم إن شاء الله كاملتكم وملاح وصحتكم لباس مرحبا بكم معايا في فيديو جديد نيوم إن شاء الله حن بارداجي معاكم ده غسات خفاف دراف وصافات صيفية سهلة اقتصادية وبزف بزف بنينة بالنسبة للوصفة لولا حن ديرو حميس تابد نجالب سوس طومات وزيت الزيتون فرانشمون يجي بزف بنين يجي هاي الخرمت علي غسطورون ميل فوا خفيف تمتم يوجد ولبنا تاعو مشاء الله ونحن ندير معاكم كسرة خفيفة درافة غير بالفارينة كان يقول لها كسرة كان يقول لها الخساس كان يقول لها فطير يعني كل منطقة كيفش يسميها كيف كيف طريقة العملتها بزف سهلة الجبنينة وخفيفة بالنسبة للحميس تابد نجال كانوا طلبوه مني متتبعات قالوا لي بارداجي معنا دي غسطة تشكتوكا ولا حميس ولا وصافات تكون خفيفة درافة تعصيف وان شاء الله ما نحن بخلع لكم بحتى وصفة نعرفها وان شاء الله ما نحن بخلع لكم نحن نشوفو كيف كيف لزنجرديان و لابريباراتيون تالي درافة نتاليو هنا اول حاجة جبت كونتيتي من البادنجال بالنسبة لها كونتيتي كل واحدة تدير على حسابها انا احنا يشويتو بطريقة عادية تحبو شوو عطابونا ولا ممتانيك على الفرن عادي بعد ما شويتو حطيتو دون زن بابريفين باش يتندالي قشرتو ومشللتوش ستخز امبورتو ما تشلوش الخضرات ديالكم المشوية سواء كان كان بادنجال ولا فلفل حار ولا طرشي ولا الخضرات اللي نشوفوها جامعي نشلوها باش نحافظو على هذي كل بنا تالنا هنا كما راكم تشوفو حكمت هذوك الحبيبات تال بادنجال قسمتهم بشكل صغير ونا راحة نميكسيهم هنا بعد ما مكسيت الحبيبات تال بادنجال اللي كانوا عندي شوفوا القاوام اللي تحصلت عليه ما ترحوش بزاف بزاف رقيق كومين بوري وما ترحوش تانيك كومين كولي يعني خلوه شوي يخشين والاسي جسد دورة واللازوج قسم انتحصلوا على هذ القاوام وهنا يا دانوت قوتي حنخدمو كيف 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 لا صاستوما تتحمسنا هنا في مقلة درت كمية قليلة بركة الزيت زيت نباتي عادي نضيف عليه هنا يمغير فا كبيرة تاماكلة التومات كونسنترية نزيد عليه كالكو جوس داي حوالي تلت سنينتها كالكتر التوم يكونوا غابي هنا بيانسور نحن نتبه اللي صاستوما تالي ندير شوية ملح شوية فلفل حلو شوية بابريكا ولا فلفل عكري يكون حلو بيانسور ولا نحبش نخلط بزاف اللي زي بيس بيش اللي صاستوما تديالي تجيني مليحة ومامتانيك بش البنة تالي زي بيس ما تغلبش على البنة تالي زوبرجين هنا نحركوهم بيانسور نحن نضيف عليهم زوج حبيبات توماتي يكونوا حمي مرين بيان نحيط لهم القشرة نحيط لهم الزري عوسي وجوزتهم غير في سكرفاج غير في لغاب مديروهم مش بزاف مرحيين كما نقولوا خلوهم هكا شغل ديبتي موخصو خيروها حمر على توماتاكوم باش للاسوس تومات ما تجيكم شقارسة نحركو بيانسور نحن نضيف مليحة توماتي باسترد الاشتراك في النار قليل ونضيف مليحة توماتي بعد توماتي بيانسور نحركو بيانسور باسترد الاشتراك في طويلة يجب أن تشربوا بيانسور نضيف البنجل بزيتون نضيف البنجل مكتبه كم الحجم نضيف البنجل بزيتون هنا نضيف البنجل بضعة جدا نضيف البنجل يشرب بفراحت ونرى كيف المدينة بالنسبة للوصفة الثانية كما قلت لكم سنقوم بخفيفة ضريفة هنا في الجفنة قمت بتزوج كيسان ضريفة سنضيف معكم الثاني الكاس الثالث كاس الـ 220 مليلتر وبينسي على فاغين هنا نضيف على كل كاس كمية قليلة للملح لا يوجد الكثير نضيفه الثاني كبيرة طعمة لعطاء سكر لدينا نضيفه الثلاث لاخن غريفة و نضيفه الثلاث بولانجة رجل الكثير من غرفة تستطيع أن تستطيع التحضير من أجل ونصحكم لتدخلوا هذه الزرارة في المخبوزات والمعجنات لأنها تأتيكم بنا وفايدة جيدة هنا سنضيف على الكسرة لدينا نصف كاس الزيت وضيفتها ملانج بين زيت الزيتون وزيت عادي نباتي زيت الزيتون سيضيفها تجربوها بهذه الطريقة ونبدأ في الفارينة مع الكسرة كما نضيف أي كسرة عادية تجربوها ملحة لتحصل على نتيجة ملحة وتكون مرضية بالكسرة وكما ترون معي نبدأ نضم الكسرة اليوم سنجمعها بالماء سنجمعها بالحليب لا يكون سخون سنجمعها بالحليب ستعطيكم واحد البنة واحد الضغير أنا أخطأ كيف نجمعها ساعة بالحليب و ساعة بالماء نضم الكسرة نضم الكسرة سنجمعها بالحليب كما قلت لكم هذه تحصل على أحمير هنا نبدأ نبال في العجينة لدينا لا تقوم بميات كبيرة سوف تكون المبتدئة كما ترون نبدأ نضم الكسرة بطريقة عادية كما ترون كما ترون كما ترون كما ترون كما ترون بعد أن أضمت الكسرة سوف ترون نضم الكسرة ثم نضم الكسرة و تحصل على قسمة كما ترون في العجينة كما ترون كما ترون كما ترون بطريقة عادية مبتدئة ثم نضجت تقوم بطريقة عادية لمدة 4 ساعة يجب أن ترون كما ترون بعد أن أضمت لدينا الكسرة هنا في العجينة نصف و الآن سأخذها كما ترون و يجب أن ترون لأن أعطيك سراء لكما ترون لا يوجد مددئة يجب أن تضعها لا تقعد فيها حتى تشققات لا تقعد فيها حتى تشققات لكي يجب عليكم نجحة انظروا هنا حوالي دقيقة ونصف هنا نكون لسيتها مليح حتى نحصل لها لسيتها نغلقها كامل من الجهة التحسانية لكي لا تكون هذه التشققات لكي تحلو الخبزة تفتح بطبة وعلاقانيها يجب أن نحولها كامل هذه التشققات هذا يعتبر سر من أسرار الفطيرات الفارينة نغلقها كامل ثم نقوم بخفيف الضريف برق وعلاقانيها تكون وجدة هنا نفتح هنا نفتح كأي كسرة لا تحلوها بشكل كامل لا تحلوها بشكل متوسط هنا نبدأ في الكويتة ونضع الطاجين ونضع نرمت وسطة ونضع نرمت وسطة ونضع نرمت وسطة بطريقة عادية نضع نرمت وسطة نضع نرمت وسطة ونضع نرمت ونضع نرمت ونضع نرمت هنا نضع نرمت لتنفس ونضع نرمت ونضع نرمت كما رأيكم هنا نحرك في الخبيزة الكسرة لتحمر ونضع نرمت كما رأيكم رأيكم ونضع نرمت نوعي في الخبيزة ونضع نرمت ونضع نرمت سأخبر نضع نرمت ونضع نرمت للتحمر ونضع نرمت ونضع نرمت تشيطون لكم الاشتراك لا تخدموا عفسة صغيرة كالوليداتكم ومن شاء الله يحفظكم منها كامل ويرزق جاء المؤمنين و هنا نقلب الكسره في الملجة التحتانية نقلب بسبب سباتولة وبالتضيقها لتأخذ الكلور دوري ان هنا يكون تضيف الخبز الأولانية ونكملها في الثانية توجوه بلا مانفاصة نفس الطريقة لابد يتعرفوا كامل طيب والكسرة الله يبارك عليكم ما كما قلت لكم منحب نفارتاجي معكم كلش انسي جام يكونوا معنا بنات مبتدئات هكذا نكونوا مبخن عليهم بحتمعلوا ما نعرفوها هنا يا هاليك الخفزة اللولانية بعد ما طيبتها احنا ينكملهم كامل بنفس الطريقة ونشوفوا لدو غسطة ناتع اليوم واجدين احنا يا لدو غسطة ناتع اليوم اللي كانت الوصفة اللولانية حميسة بدنجل بلا ساستوماتو زيت الزيتون فرنشمان يجيب بزف بنين خفيف كما قلت لكم خرمت علي غيستو السر ديالو كامل سيكو كيتشو ذاك البدنجل متشللو شخلوه بهذا كالبانغو تعالنار صالحة نجيب بزف خفيف بنين وانا غرر حطيتو من طارمن وانا كلاوح بصحتهم نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم بزف سهل وبنين وهذا وشيليق في هاد اليامات وهديها بالنسبة للدرزين مغسات اللي درت معاكم كسرة خفيفة ضريفة تعلفارينا كيف كيف جات نجحة جات بنينة مقرمشة وخفيفة امضيغي ان قاتو تقدرو تناولوها هكذا مع حميس مع ديسو بيكون وخفاف تقدرو ممتانيك تستقهوا بيها شوية زبدة وشوية ماجون فرنشمان جيب زف بنينة وانا هنا هنقسمها معاكم شوفوا كيفاش جات جات هايلا ما شاء الله ولا بزاف بنينة نقول لكم جربوها لجاميسيات الكسرة ولا تخاف منها نقول لك غير جربوها بسبب وصفة نجحة وسهلة ضيور ما كش ما اسهل منها انا ها حبيت نقول لكم انا هاد الحميسة البادنجل ما درتوش بيكون ما درتوش حار متوما لاحبيتو تجيكم حار تقدرو تشوو معه زوج حبيبات ثلاثة تعففل حار وكيف كيف تميكسيو هاداك الفلفل ديالكم على البادنجل وطيبوه بلا من فاسون حنا فقدر ما نحبوهش حار ولو غرفقتو هنا بحبيبات ثلاثة فلفل حار مرقد هنا دقت معاكم فرانشمون بنا ديالو ما شاء الله ولا ما قدرت نحبس تالمون جب بزاف بنين مخفيف انتمنى ان شاء الله تجربوه وينال إعجابكم وهنا نكون وصلنا لفنت هالوصافات تعنات اليوم ان شاء الله ينالوا إعجابكم ما تنسام ليش بالجام والبارتاج والتعليقات ديالكم ليفرحوني بزاف بزاف نقولكم تهالله في روحكم انتلقى ان شاء الله في دي فيديو جدد مع وصافات اقتصادية ناجحة وبزاف بنينة مع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة